بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الضروري أن تكون القوى الأمنية في أي بلد قادرة على التواصل بلا انقطاع حتى في أصعب المناطق الجغرافية وفي أثناء الحروب لهذا الغرض تحديدا طور المهندسون الأتراك نظام اتصال جديد كليا بإمكانيات محلية خالصة يمكن أن يركبه شخص واحد بسهولة نتعرف معكم في هذا الفيديو على نظام الاتصال الفضائي العسكري الذي يسهل التواصل ما بين الطائرات المسيرة التركية لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية على الرغم من أن المسيرات والصواريخ والأسلحة وغيرها وكثير من الأنظمة المماثلة هي أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الصناعات الدفاعية المحلية والوطنية التركية فإن كثيرا من الأنظمة الفرعية بالغة الأهمية وبعض المنتجات التكميلية هي التي تكون وراء الكواليس في رحلة نجاح صناعات الدفاعية في تركيا أحد أهم الأمثلة على هذه الأنظمة الفرعية والتكميلية نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الذي بذل مهندسون أتراك كثيرا من الجهد ليتمكنوا من تطوير جهاز حديث بوزن 15 كيلو جراما فقط قادرا على العمل بلا انقطاع في أصعب الظروف والأماكن عوضا عن أجهزة الراديو التقليدية التي كانت تنقل عادة بعدة صناديق وتحتاج إلى أكثر من شخص لتركيبها وتشغيلها مثل هذه المشاريع التي تنفذ بتنسيق رئاسة الصناعات الدفاعية لا تقوي يد تركيا في هذا المجال فحسب بل تضمن أيضا تطوير وتوطين منتجات حساسة كانت تركيا حتى وقت قريب تعتمد على الخارج لتأمينها لمسة وطنية للتواصل مع المسيرات إحدى العبارات الأولى التي ستلفت انتباهك إذا مررت بمنشأة عسكرية هي لا حرب بلا اتصال ففي بيئة الحروب التي لا اتصال فيها أو حيث يوفر بطريقة غير صحيحة يمكن أن تذهب الجهود العسكرية إلى أماكن غير متوقعة أو تذهب هباء ولحل مسألة الاتصالات وتوطين صناعاتها بشكل كامل عملت شركة تركية وهي إحدى أهم الشركات المحلية في مجال الاتصالات العسكرية على تطوير أنظمة وطنية لتوصيل الجنود على الأرض بالمسيرات المحلقة في السماء ولم يكتفي مهندس الشركة بتطوير أنظمة وطنية بل شمروا عن سواعدهم لإخراج أجهزة الراديو التقليدية من الصناديق وتحويلها إلى أجهزة يمكن حملها في حقيبة الظهر كما سهلوا استخدامها بما يتيح أن يشغلها شخص واحد فقط أما عن مواصفات الجهاز فخلال مقابلة أجراها معه موقع تيراتي خبر تحدث مدير الشركة المصنعة موراد سينجر عن تفاصيل هذا النظام المعروف باسم منباج قائلا جهازنا الذي يزن نحو 15 كيلو جراما ويسهل أن يحمله ويستخدمه شخص واحد قطره 67 سنتيمتر ويتألف من 6 أجزاء يثبت على حامل ثلاثي الأرجل يمكن أخذه في أي مكان في حقيبة الحمل وأرضف سينجيز الميزة الوحيدة لهذا النظام ليست أنه خفيف وسريع الإعداد وحسب بل يمكنه أيضا نقل الفيديو والصوت إلى المركز بسرعة وفي ظل أصعب الظروف من خلال الاتصالات عبر الإقمار الصناعية إنها ميزة رائعة للفريق العامل الذي بات بإمكانه إرسال صور عالية الأبعاد إلى المركز على الفور كما أشار سينجيز إلى النظام الجديد والذي يستخدم حاليا في الميدان من طرف القيادة العامة لقوات الدرك وبصرف النظر عن السرعة والخفة والمعدات التقنية أكد أن النظام يقدم بالفعل مساهمة إيجابية ومباشرة في حياة عديد من الجنود لأن الأنظمة التقليدية تحتاج إلى مشاركة أكثر من شخص للإعداد والتشغيل مما يزيد المخاطر في منطقة العمليات وعن مساهمته في توطن صناعة الدفاع الحساسة قال سينجيز الأجزاء المستخدمة في صناعة الجهاز يزيد معدلها المحلي عن 80% مشيرا إلى تقنية المنتج وجودته وقدراته التي تزيد من إمكانية تصديره للعديد من الدول الشركة المصنعة تأسست شركة نيتا كشركة أبحاث وتطوير صناعي عام 87 من القرن الماضي ولأكثر من 30 عاما استمرت الشركة في أنشطتها بما يقرب من 150 موظفا موزعين على خطوط الإنتاج ومراكز البحث والتطوير بالإضافة إلى وحدة المبيعات المحلية والدولية وتطور الشركة وتصنع أجهزة الاتصالات العاملة بالأنظمة الهوائية وتقنية التردد اللاسلكي التي طورتها داخليا ومن منتجات الشركة أنظمة هوائية لاستقبال البث عبر الأقمار الصناعية للمركبات الثابتة والمتحركة مثل الحافلات واليخوت والسفن والقوافل وأنظمة الأقمار الصناعية التي توفر اتصالا ثنائي الاتجاه بالإضافة إلى أنظمة استقبال البث الاحترافية للمذيعين وبفضل بنيتها التحتية التكنولوجية والإنتاجية تطور الشركة أيضا منتجات الهوائي والاتصالات لصناعة الدفاع وتصدر شركة نيتا بانتظام منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة معظمها أوروبية بما فيها إنجلترا وروسيا واستراليا ودول عربية وإفريقية وحسب بيانات الشركة فإن معظم الواردات تأتي من مبيعات التصدير تابعنا معكم هذا المنتج المهم هذا المنتج الذي يسهل التواصل العسكري ما بين الطائرات المسيرة ويجعل القوات على الأرض مرتبطة بالقوات في السماء ينقل الصوت والصورة بدقة بالغة جهاز صغير الحجم يمكن حمله في حقيبة على الظهر وزنه لا يتجاوز 15 كيلو جراما إذن هو إنجاز جديد للدولة التركية في الصناعات الدفاعية والتي برعت بشكل كبير في إنتاج المسيرات لا يمكن للمسيرات أن تنجز عملها دون هذه الخدمات والصناعات اللوجستية التي تضمن التواصل والدقة بلا انقطاع ما بين الأرض والطائرات المسيرة في السماء نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا ورئيسها وأن يوفقهم دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر